اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 23 ستة القمر استقر الان في برج القوس هو في منزلة الشولة ما رح يطول فيها كثير يعني من بعد بث الحلقة الساعة 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 8 تقريبا بتوقيت الاردن على الساعة 11 بالليل بنتقل من منزلة الشولة لمنزلة النعام منزلة الشولة هي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط لما ينتقل لمنزلة النعائم منزلة النعائم هي للإصلاح والصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا كل الأوقات اللي إحنا منحكيها في الحلقة هي بتوقيت جرينيتش العالمي القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته بالفترة هاي منشعر بالابتهاج ومنجد أنه الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا مجموعة من الزوايا الفلكية السريعة والبطيئة اللي رح تأثر علينا طيلة اليوم طبعا الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون بعد منتصف هذه الليلة اللي هي الليلة تبث الحلقة اللي هي أول ساعات يوم الأربعاء هاي زاوية إيجابية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة تسعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام ساعة عشرة وحد عشر دقيقة صباحا بتدفع بحضوظنا بصورة عامة بأي اتجاه أو بأي عمل إحنا قائمين عليه أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة ثنتين وخمسين دقيقة عصرا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تقابل وهاي الزاوية بطيئة ممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو فعشان هيك بتكون تنتبهوا وتركزوا فيها مزبوط لأنه هاي بما أنها ممتزجة معناته بتحمل وجهين يعني بتحمل إيجابية وبتحمل سلبية في نفس اللحظة هاي الزاوية أوجها يعني هي بتأثر إلها تقريبا بحدود اليومين ولكن قوة تأثيراتها رح تستمر لمدة أسبوع تقريبا هي أوجها ساعة 11 و 38 دقيقة مساء هاي الزاوية بتخلق جو عام من السعادة من ناحية العاطفية والنحاسة من ناحية العاطفية يعني بمعنى آخر العلاقات اللي بتكون جيدة بالفترة هاي ممكن أنهم يعززوا علاقاتهم بأزواجهم أو العلاقات العاطفية هاي ويطوروها أما العلاقات الضعيفة فهي قابلة بأي لحظة عصبية يتقلب فيها المزاج وتصل لمرحلة إنها تنتهي العلاقات الضعيفة تحديدا وبتسبب خلافات في الحياة في الحياة وفي العلاقات العاطفية للي عندهم قابلية لهاي الأمور أما اللي علاقاتهم جيدة فما في أي خوف عليها إلا أنهم يبتعدوا عن النقاشات الحادة والأمور المزاجية بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالقوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 24-6 بيبدأ في تمام ساعة 2-9 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 1-4 دقائق بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لا برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر فهو لآخر يوم انحسار المكتمل يعني بكرة القمر رح يكتمل بدر فاليوم هو انحسار المكتمل 13 يوم في تمام الساعة 3 و34 دقيقة عصرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة اليوم 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22-7 سعيدة بنسبة 45% القمر في القوس حتى يوم 24-6 سعيد حتى ساعات الظهر بنسبة 25% من ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 25% في ساعات المساء بصلى 40% عطارد في الجوزاء أنهى تراجعه وهو رح يمكث في الجوزاء لغاية 11-7 سعيد بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 27-6 سعيد بنسبة 45% المريخ في الأسد حتى يوم 29-7 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28-7 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 بدأ يأخذ النحوسة جانب من النحوسة لأنه اقترب موعد تراجعه فهو الآن سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية أو التنقلات خلال هذا اليوم اليوم رح تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها اليوم بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية فعشان هيك حاول تستغل كل هاي الحضوض برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع سارعوا لتهدئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وتركز بشكل جيد برج الجوزاء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فهذا بعطيكم إيجابية على مستوى تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو مع الأزواج أو حتى على مستوى العقود والأوراق ولكنها فترة سلبية ضاغطة لأنه طاقتكم بتكون فيها ضعيفة ممكن شوي تفقد صبرك أو تكون عصبي شوي أحاول أنك ما تضعف أمام الضغوط وما بينفعك سواء الصبر والمرونة لأنه اليوم ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكون تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين وحاول أنك ما تهمل صحتك حاول أنك ما تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أهم إيشي أنك تركز اليوم على العمل وتركز على الصحة برج الأسد طبعا اليوم الحضوض قوية لأنه القمر موجود في بيت الحظ لإلك اللي هو بيتك الخامس فاليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إيشي أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحباء وحاول أنك تصحح الأخطاء في هذا اليوم برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم رح تجد تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر لك بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة وخصوصا من ساعات ما بعد الضار وبدك تحاول أنك تراعي وضعك الصحي برج الميزان اليوم بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات وهذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جهر بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لإلك الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة أو لدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي طبعا اليوم بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بتهدأ وترتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر فالفترة هاي بكون فيها بعض السلبية وبتكون مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع عندكم الآفاق وممكن تحتفل اليوم بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك واليوم ممكن تخف عليك كثير الضغوط أكثر من الأيام السابقة برج الحوت اليوم هذا مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها الأجواء طبعا فيها نوع من أنواع الضغط عليك يعني حاول أنك تضبط أعصاب قدر الإمكان وما تخالف القوانين طبعا الآن بدنا نروح لمواضيعنا اللي هي اللي حكينا عنها في البداية أو اللي حاطين عنوانها ونجاوب على بعض الأسئلة المهمة اليوم اللي حابب يكمل معنا يا حياء الله أهم شيء ما تنسوا لايك كومنت تعليق طلب سؤال أي شيء بترغبوا فيه حاولوا إنك تكتبوا لي في التعليقات طبعا أول شغلة بدي أحكي عنها هي موضوع بعض الأصدقاء اللي بيكتبوا لي عن برجهم وطالعهم وتأكيد الطالع والأمور اللي إلها علاقة بالإجابة وفي أشخاص بيبقوا حاطلي إنه أنا بيت السابع درجة كذا مقابل كذا ومش عارف إيش هاي الأمور أنا ما بقدر أجاوب عليها من خلال حلقة ليش لأنه هذا السؤال بتعلق فيك أنت كشخص أنا ممكن أخذ جانب معين من السؤال وأجاوبك عليه ولكن أنا يعني ما بتحمل الموضوع عندي على الجهاز إني أنا أكون زي بث مباشر يعني بمعنى أني أكون أسجل بالحلقة وأفتح خارطة فلكية وأحسب وأجاوب وهذا فبتأخذ وقت طويل وهذا الإشي بيكون مرهق إلي وللجهاز اللي أنا بسجل عليه فما رح يتحمل هاي الأمور فأنا بأخذ الأسئلة اللي بتكون عامة الكل بيستفيد منها أو ممكن أني أنا أفيدك في أشياء معينة يعني جانبية أدخلك شغلة معينة هيك بتخصك أنت أعطيك إجابة ولكن بحاول أفيد غيرك فيها فأعذروني إذا أنا بتأخر عليكم في الإجابات أو بستثني بعض الأسئلة من الإجابات لأنه بشوفها هاي شخصية مش عامة بالفائدة خلينا نروح على الموضوع اللي حكينا عنه اللي هو أول واحد بلاش نأجله لآخر إشي بلما ندخل على الأسئلة اللي هو لما نبرح إحنا حكينا عن الرقاء أو اللي برقوه طبعا ما تتخيلوا كم الأسئلة أو كم الأتصالات الانتقادات أصدقاء اللي بيشتغلوا في هذا المجال الرقاء اتصلوا في إنتي ليش عملت هيك إنتي إجيت فينا إحنا شو عملنا لك يعني إحنا برضو منستفيد من هذا الموضوع وهذا باب رزقنا وا 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 إلى ما لنهاية من الأشياء وفي ناس إجت يعني بدها تهاجم وفي ناس هددت إنها بدت تأديني وتعمل لي سحر وتعمل لي مش عارف إيش طبعا طز فيهم وبسحرهم بتفرقش معي هاي الأمور بخافش منها واللي بطلع بيدهم يعملوه لأنه حكيهم فاضي خليهم يجربوهم بيعرفو أول إيشي خلينا نجاوب على شغلة إنه باب الرزق أنا مبارح كان الهجوم أو كان الكلام عن شخص واحد وأسلوب شخص واحد وكيف عمل هذا الشخص الواحد أنا ما شملت كل الرقاء بالموضوع في أشخاص في رقاء أنا بحترمهم بقدرهم طبعا لعملهم أو لصلاح عملهم وفي ناس أنا بنتقد بعض الأمور فيهم اللي هي زي الإختلاء أو اللمس أو أنه يحط إيده على الأنثى يقرأ على رأسها يكون هوياها في مكان لحالهم يعني هذه أنا بنتقدها انتقادات شرعية حق إلي أني أنا أنتقدها لأنها هي منتقدي أساسا وما رح أطلع لك مبرر يعني ما رح أضحك على حالي عشان أنا أبيح لك أمر وأنا عارف أنه مخالفة شرعية للأمر هذا ما بجوز لك مين أنت اللي تحط إيدك على رأسها أو تلمسها أو تحط إيدك على جسدها أو تمسكها من عنقها أو تحاول تثبت رجليها أو تمسكها من كتافها يعني هذا كل ياته شايف وضحك على اللحة ما بمشيش عليه اثنين موضوع الرزق أنا يا عمي ضد أنك أنت تيجي تحدد مبلغ أنت بتشتغل يعني رزق ماشي أنت فاتح باب رزق بتعتاشش غير من ورا هذا الشيء اترك الأمر لأهل لصاحب القرار يعني هذا إنسان أجي يتعالج عندك أنت رجل خليك بتأخذش أجر يعني خليك أنت عامل شيء لمكسب لوجه الله ووجه الله أفضل لك من كل المال خلي هالشخص يجي يعلجه بعد ما تعالجه استفاد يجي الزلامي هذا حب يحط في إيدك مبلغ يهديك هدية يكرمك بشيء يتبرع لك بشيء يقدم لك سيارة طيارة حر هو الأخ هو ما تحدد أنت رقم أو تشترط تحضر صندوق لا والله أنا كشفيت بعشرين لير هو الدكتور أحسن مني والمستشفى أحسن مني لا يا أخي أنت لا تقارن حالك لا بدكتور ولا بمستشفى أنت بتعالج بكلام الله هذا إشي له علاقة بالدين ما في مجال للمقارنة بتاتا في الأمر يعني تشبهش ما في مجال للتشبيه في الصورة هاي ثاني إشي إذا بدي أجيك أنا أنت لو أنك راقي متمكن وعندك علم من الله عز وجل بترقي بآية بآية وحدة بتنهي علاجه مين ما كان يكون شو مكان سحره لأنه ثقتك بالله وربنا معاك في الآية هاي أنت بتعالجه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي بكلمة في بسم الله فقط لا غير كان ولكن رسول الله بديش أقول أنت رسول الله ولكن من صحابه أو من التابعين كان يرقي بآي وحده بما أرقيته يا سعد قال والذي نفس محمد بيده ما أرقيته إلا بآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لترجعون قال والذي نفس محمد بيده من قرأها ياقن متيقن على جبل لزال الجبل اقرأها ياقن متيقن يا أخي يسأل للعلم اليقين والتيقن وقرأها وصحي يعني مش ضروري تقرأ نص القرآن عليه وتعيد عليه نص نهار كامل وانتح وحط لسمعات في ذنية وكهربة وعصي وضرب ومش عارف إيش وشتم وإهانه وتفل وحده الله يا جمعة الخير مش هيك العلاج بالقرآن ما إلو علاقة هذا بالدين فأنتو تيجوا بدكوا تسألوني تحكموني بالأمر أنتو عارفين أنا برد عليكو حتى لو كنت أخوي ابن أم وأبوي أنا ما برضى أنك انت تتغلق قلطاني يعني ما رح أجام لك يعني فأترك الأمر لأصحاب القرار حبي يتبرع لك بتبرع لك ما عنده قدرة ما عنده قدرة ما بده يتبرع لك الزلم يطمع استفاد منك وما بده يتبرع لك أجرك عند الله هذا واحد اثنين ما بدنا نخوض إحنا في مسألة تحديات وما تحديات أنا ما بدخل بحكي في هذا الكلام وحيطي وواطي عشان يجي واحد يقول لي أنا بعمل لك سحر والليلي بخليك تنام وبخليك تعوي وبخليك تنطع الفراش أنت كلك على بعضك بتصلش للغبار اللي على نعل كندرتي لأنه أنت جاهل بما أنك أنت وصلت للمرحلة أنت ما عرفت أنت بتحكي عن مين وعن إيش هذا اللي بحكي معك مش خايف منك هذا معاه ربي العالمين ما بهابك اعمل اللي بدك إياه وفي الآخر أنت بتعرف أنت بتعمل إيش وغلطت في إيش منصحك نصيحة تخشش في هذا الباب مش كارك مش مجالك مش حجمك يا أخي بس نصيحة لوجه الله هاي السؤال الأخير بعض الأشخاص سألوا يعني أنه طيب دكتور سعيد ما هو يعني انتشروا الناس وكيف بدنا نعرفهم وكيف بدنا نروح عليهم إحنا وكيف نحدد هذا يا عمي تشرع واضح الدين واضح أصحاب الدين واضحين أهم إيش يقرأ آيات الله صح أهم شيء يكون علاقته مع الله أهم شيء أنه يكون ما بغض بالله ما يطلب منك شيء في مخالفة شرعية يقول لك والله بس لو سمحت قوم توضى وصلي لك ركعتين قبل ما نبلش تبريك للجلسة مين أنت عشان تطلب مني أصلي مين أنت عشان تطلب مني أتوضى بأي شرع بأي دين بأي نص شرعي أنت بتطلب مني هذا الشيء هذا شرك بالله شوفوا أبسط الأمور لوين بتوصلكو حتى لو طلب منك وقدسها للأمور هذا ما في صلاة اسمها صلاة بدي أبدأ فيها علاج عيد الشيخ فلان هذا بس بلمع في حاله ما تغرقوا التقوس والأموراي خلينا إن شاء الله يردوا عليه عشان أعمللكوا جزء ثالث وأفضحهم كمان مرة خلينا نروح على الأسئلة اليوم عشان ما نطول عليكم السؤال الأول أسعد الله أوقاتك دكتور ممكن نعرف إيه وضع زوايا الكواكب الوقت الحالي مع الكواكب في الخارطة الولادة تعبر عن وفاة الشخص أبا لا صديقتي هيك بزعل منك وهي كاتبة إنه بعرف إنه سؤال مش سهل وبتمنى الإجابة هو طبعا سؤال مش سهل وأنا من الناس اللي حكيت في حلقات سابقة أو في حلقة قصتي مع صديقي اللي أنا حاولت أساعده في هذا الموضوع تحديدا لأجل أخته وأغلطت إني دخلت في باب الموت وأخطأت بالحساب وولومت وخسرت صديقي من ورا هذا الموضوع فهذا الموضوع مش سهل ومش سهل ينحك فيه لأنه إحنا بندخل هيك في الغيب المطلق إحنا الآن كله هذا اللي بنحكيه غيب نسبي غيب نسبي ما سمحلنا نحكي فيه شرعا ولكن ندخل للحياة والموت والقضاء والقدر والرزق إحنا دخلنا بالغيب المطلق وهذا منهي عنه لا بشارع ولا حتى بعلم الفلك صحيح إنه في عنا سهم الموت وعنا البيت الثامن وعنا البيت الرابع بيت البيت بيت الوتد ومش عارف إيش وهي الأمور بتحدد فيها لأقرب الفرص لهذه الأشياء ولكن أنا ما بخوض فيها وما بنصحك إنك تخوضي فيها كمان يعني حبيت أعطيكي بعض الرموز عشان تعرفي إني أنا بعرف المعلومة لأنه أكيد أنت ما سألت هذا السؤال إلا أنك بتعرفي أنت بعض المعلومة هاي أو سامعة عنها فحبيت أرجيك أني أنا بعرف المعلومة وسهامها ومكانها ودلالاتها ولكن أنا ما بخوض فيها وما بديك تخوض فيها حفاظا عليكي يعني مش عشان إيش ثاني سؤال السلام عليكم الله يحفظك من كل سوء ويحفظك إن شاء الله أنت إنسان الحمد لله رب العالمين يعني هذا أنت ذكرت وجود الشمس في برج السرطان وحضرتك ذكرت أنه وجودها يكون جيد لأنه فترة فصل الصيف آه طيب وإذا كان نحن عنا في نيوزلندا الآن فصل الشتاء والحمد لله ممتاز تأثير بيكون على العالم أنا من برج القوس العشرية الأولى ولكن غير متأكدة هل أنا برج ثور أم طالع أم ماذا طيب أول إشي أنا رح أجاوبك على الشق الأول لأنه الشق الأول هو المهم الشق الثاني لازم تكتبيه لتاريخ ميلادك كامل والساعة والوقت والمكان اللي نولدت فيه عشان أقدر أنا أتأكد من طالعك صحيح ولا لا بالنسبة للشق الأولاني إحنا لأنه في منطقة الشرق الأوسط معظم اللي بتابعوا واللي في أوروبا فهي المنطقة من نصف الكرة الأرضية وطالع لفوق هيك من خط الاستواء وطالع هدولا بلش عندهم الصيف الآن من خط الاستواء وانزل جنوبا بلش عندهم الشتاء اللي هو زي نيوزلندا نفس التأثيرات الفلكية ما اختلفت هي فقط أنه هي إعلان الإنقلاب هاي إحنا منسميها أنه وصلنا لفترة المنتصف إحنا من العام اللي بحدث فيه الإنقلاب ما بين صيف وما بين شتاء ولكن أنه كتأثيرات أبراج وتوقعات هي نفسها ما اختلف عليها أي شيء سؤال سؤال مهم الله يسعد وقاتك يا رب ويعطيك الصحة ممكن سؤال هل كل برج ينتمي للون معين ورقم معين ممكن الإجابة وأنا مشكورة والله يجوج أنه سؤالك قوي جدا وهذا من الأسئلة اللي من المفروض أنه الكل يهتم فيها الرقم هو رقم الكوكب اللي بيأثر عليكم واللون هو لون الكوكب ولون البرج والآن رح أحكي عنهم بالترتيب فإذا بهموكي سجليهم عندك بالنسبة لبرج الحمل رقمه 9 لهو رقم كوكب المريخ واللون اللي بيأثر عليه هو لون المريخ اللون الأحمر والقرمزي بالنسبة للثور رقمه 6 اللون هو الأزرق والأخضر والقرمفلي والفيروزي بالنسبة للجوزاء رقمه 5 اللون أو الألوان اللي بتناسبه هو اللون الفضي واللون البيج اللون الرمادي الخفيف بالنسبة للسرطان رقمه 7 الألوان اللون الأبيض الرمادي اللامع والفضي اللامع لأنه يعشق اللمعان برج السرطان بالنسبة للأسد رقمه 1 واللون الأساسي له اللون الأصفر أو المايل لللون البرتقالي بالنسبة للعذراء رقمه 5 اللون الرمادي والأسود بالنسبة للميزان رقمه 6 اللون الأزرق والأزرق المخضر العقرب رقمه 9 اللون الأسود واللون هو أنا متضحكوش علي هذا لون البرغاندي البرغاندي اللي هو اللون اللي بيجي تقريبا لونه على حمار شوي بيستخدموه أكثر إشي بصباغ الشعر النساء واللي بيستخدموه أكثر مواليد برج العقرب بتلاقي شعرها جاي لونه على حمار احنا بيسموه النساء هو البرغاندي أما بالنسبة للقوس رقمه 3 واللون هو الأزرق والأرجواني والأخضر أما بالنسبة للجدي فرقمه 8 والألوان البني والأسود أما بالنسبة للدلو فرقمه أربعة واللون هو الأزرق يعني أو ألوان مشتقات الأزرق أما بالنسبة للحوت فرقمه 3 و7 والألوان هي الألوان اللي بتيجي على الأزرق المخضر اللي بيجي أزرق ما إلا لون الخضار تقريبا سؤال من أم جمانة دكتور إن شاء الله ربنا بيشفي اللهم آمين والدتي اسمها بركة هل حرف الكاف يختلف عن كاف اللي هو كاف ببداية الكلمة عن منتصف الكلمة لا ما بيختلف هو الكاف كاف ورقمه حطي لعشرة كعشرين فهو رقمه 20 إن كان ببداية الحرف بنهاية الحرف بوسط الحرف ما بيختلف بالنسبة لأختنا يافا يعطيك العافية تأثير الزوايا اللي بتحكيها عند عنها إن كانت سلبية أو إيجابية إذا تواجد مثلها في خارطتنا الولادة بتحمل نفس التأثير يعني شخصيتنا بتحمل صفات هاي الزوايا نعم صحيح هي نفسهم إحنا من حل إحنا زاوية إحنا من حل الخارطة فلكية فلما منيجي بنحكي الزاوية تأثيرها كذا كذا فبما إنها أجت على مولود فمنقول للمولود سهل إنه مثلا إذا الزاوية هاي بنحكي عنها انتبه من المحتالين فمنحكي هذا الإنسان سهل إنه ينتصب عليه وينضحك عليه إذا بنحكي هاي الزاوية قوية للعاطفة معناته هذا الإنسان عنده قوة في العاطفة إذا حكينا هاي الزاوية مثلا بتأثر على القيادة والسرعة والحركة وبدو يحذر نقول له دير بالك من الإصابات أثناء الحركة أنت معرض للإصابات يعني هي نوع من أنواع التغيير في الكلمات فقط لا غير بالنسبة للسؤال ممكن شرح لتأثير تراجع المشتري على شخص بيكون عنده المشتري متراجع لحظة الولادة طبعا أول إشي المشتري لما بيكون في ساعة الولادة متراجع يعني فاقد أنت لحظوظ المشتري يعني المشتري ما بيعطيك حظه وبما أنه بتراجع هو فعليا فما بيعطيك حظه أنت ما رح تستفيد منه هو لما بمشي بطريقه الصحيح ممكن يعطيك شوية حظوظ ولكن تراجعه هو أكد على عملية أنت الوحيد اللي بدك تنتبه لأنه بتراجعه وتراجعه أكد على أنه أنت بالفترة هاي بدك تكون حذر وتحاول قدر الإمكان أنك ما تغامر وما تجازف لأنه أكثر واحد بد يكون منتبه أنه الحظوظ مجرد عنده هو أنت بعكس بعض الفلكين بيقول لك لا هو كان متراجع والآن متراجع فهذا يعتبر إيجابي بالنسبة لك لا هو مش إيجابي هو بعطيك أنه في الفترة هاي أنت بتفقد عضوظ أكثر من الإنسان العادي لأنه هو بالأساس كان متراجع عندك أستاذ هل على سيرة الرقية والسحر أختي في فترة من الفترة كانت تتعب كثير ولما كنا نجيب براقي هي بس كانت تحكي إيش قاعدة بتشوف أثناء الرقية ولكن أتذكر أنه هو قال لها مين اللي عمل لها السحر هاي أول نصب وكانت أختي ووقت الرقية كانت تحكي بأصوات مختلفة وهاي ثاني نصب يعني زي ما بيقولوا الجن اللي ساكنها هل هذا صحيح أم كله خزعبلات والله الله يجزيك الخير يعني برضو هذا بنرجع بنحطه للجزء الأولاني أول إشي أنا قدامي إنسان صاحي واعي أفضل أني أنا أعالجه صاحي ولا لازم أنا أغيبه وأجيب الشيطان هذا اللي هرب لما شافني عود دخله جوه الجسم عشان أتكلم وخليه يتمكن داخل الجسد فهي أول نصبة هذا عشان أستعرض أنا وأنه الوضع خطير وأثبتلك الوضع خطير يعني بدأ عرض قوتي وورجيك أني أنا شيخ شاطر فبستخدم هذا الأسلوب إلا إذا كان الشيطان هذا محبوس داخل الجسد فممكن أنه هو يستنفر لأنه هذا لما بيكون مسجون داخل الجسد يعني ما بخرج إلا عند وفاة الشخص وفي هاي اللحظة بكون سهل استنطاقه وما بخرج إلا بقتله وهذا نوع وطبعا هذا من النوادر أنه يكون موجود لأنه مش أي حد بقدر يوصل لمرحلة أنه يحكم شيطان ويسجن وداخل الجسد لحد الموت يعني اه اثنين عملية أنه أنا أجي أحدد إيش نوع السحر ومين عام للسحر معناته أنا أثرت فتنة كيف أنا بدي أكون معالج وأنا بعمل فتنة ممكن من خلالها ناس تقتل ناس يعني في أشخاص تكون متدمر حياتهم وتبهد لحياتهم وشايفين الذل والويل وتيجي تقول له فلان اللي سحرك وتأكده على المعلومة طب ما هو مستعد يقتله طب إذا قتلوا أنت يعني دخلت الجنة يعني ولا هو دخل الجنة طب ما أنت أثرت فتنة معناته أنت أساسا وجودك هو فتنة هذه اثنين عملية الاستعراض بعد مرات ممكن إحنا منسميها العقل الباطن إذا كان مسكها من عنقها وخنقها فهو غيبها عن الوعي فصارت تتحدث بلغة هي أساسا مش وعي هي ما لها علاقة بالجن هاي بسموها الضغط على الأوداج بضغط على العرقين اللي موجودات على جنب الرقبة بيمسكها من الرقبة وبصير يقرأ ويهز فيها فبتصير تطلع شخير أو صوت أو هذا هذا هو خنقها أساسا هو قطع الدورة الدموية إنها تصل لدماغ وبعدين كلمها كأنها بتتكلمه هنائمة هذه ما لها علاقة بالجن هذه أي شخص ممكن يعملها وفي ناس ماتت أساسا لما نعملت فيها عملية صنطاق الجن مش عملية صعبة هي سهلة جدا واستحضاره أنه ينطق على جسد برضو هاي مش صعبة سهلة جدا ولكن أنا ضدها تماما عالج الشخص بدون ما يحس بالأمر بكون أفضل وأنا ما بقدر أحكم على إيش الوضع تاع أختك لأني أنا ما شفتها عشان أحكم عليها فأعذريني أما بالنسبة للسؤال التي يليه أستاذ كلامك كل منطقي إن شاء الله يارب تستفيدوا منه أنا أستغرب من أشخاص يؤمنوا بالله ويؤمنوا بقدرة الله وأن لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتب الله هذا صحيح ونشهد بذلك وأقتنع تماما الأذكار اليومية والرقية لنفسك هي أفضل شيء وحماية من الله أستاذ أود أن أقابلك عندي الكثير من الأمور أود مناقشتها معك أنا بعمان إذا تكرمت مقابلتي أنا ما عندي أي أدنى تحفظ على المقابلة ما عندي أي مشكلة رقم تليفوني موجود في صندوق الوصف إذا أنت بالأردن وسهل عليك مقابلتي فحياك الله اتصلي معي ومنحدد مكان أو لقاء ونتقابل أنا شخص ما عنديش هاي البرستيج والبروتوكول وحجز الموعيد مش موجود عندي ما عندي أي مشكلة ولكن عندي ملاحظة على كلامك أنه طيب شو رأيك باللي بيقرأ الأذكار وبصلي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام وعلى صاحبه السلام قال من صلى الفجر والمغرب بجماعة لن يقربه الشيطان وفي حديث وفي حديث آخر الفجر والعشاء بجماعة لن يقربه الشيطان وإذا دخل بيتي وقال بسم الله قال لا مسكن لنا اليوم وإذا سمع على طعامه قال لا طعام لنا اليوم ماشي هذا حديث طيب إذا دخل الشخص صلى الفجر في جماعة وقرأ أذكاره أو العشاء خلينا على العشاء وقرأ أذكاره ومشى في الشارع سبح ودخل بيته وسبح وسمى وحط طعامه وسمى وظلم زوجته بعديها وفتح على أفلام إباحية حضرها أو هتك عرض بنت وهو بتكلم معها على التليفون وصار يخليها تعمله أصوات وتعمله أشياء وعمل حلقة إباحية وهو بتكلم معها على التليفون وقعد يتفرج على صور وأفلام دنيئة الشيطان بدخل ولا ما بدخل أذكاره نفعته أنا بس حبيت أعطيك هاي النقطة إنه صحيح إنه في ناس بتقرأ أذكارها ولكنها بتخالف شرع الله بمعاصيها فعشان هيك بتكون عرضة إنها هي يخترقها الشيطان هذه وحدة فالأذى والضرر هو من إيد الإنسان نفسه مش من فعل الإنسان يعني الإنسان اللي بروح على شيطان وبقوله شيطان الإنس وبقوله عملي سحر لفلان بروح بعمل السحر إذا الشخص بالصورة اللي أنت بتوليها وحافظ على هذه الصورة هو في حرز الله وحماية الله ما حدا بضره ولكن لما بيرتكب معاصي وبظلم وبظلم أخته وبقطع رحمه وبقطع نسله وبهاجم أمه وبشتمها وبعصب وهذا قيسي على الأم معناته قديش الضرر الموجود والسحر موجود والعين موجود وكلها موجودة فمعناته في أمور لازم إحنا نتعلمها اللي هي الأدب والأخلاق وكيف نكون مع الله عز وجل بالنسبة للسؤال أستاذ مناع شلونك شلون أتخلص من السحر رح أطلق بليس بليس بلا شمحنا بليس عوضه بالله من الشيطان الرجيم طيب أول إشي أنا حاط على القناة الثانية رابطها موجود في صندوق الوصف رقية كاملة اسمعيها وبعد ما تسمعيها وتسمعيها تركزي فيها مظبوط إنسيني مسحورة مش مسحورة هذا بهمنيش بعد ما تسمعيها إيش بتسمعي إيش بتشعري بأشياء كتبيليها بالتعليق وأنا برد عليك وبقولك شو تقرأ وشو تعملي وإن شاء الله بتنفكي وإذا أنت في الوردن تصلي معي تليفون أنا جاهز أني أنا تمام لك العمر بإذن الله تعالى سؤال كيف أعرف برج الأم اسمها إلها إسمان الإسم الأول في شهادة الزيادة اللي هو الشهادة الميلاد والثاني المعمول به في الحياة اليومية لا يا أخي دائما اللي يسجل هو الموثق الإسم مش الإسم الدلع أو الكنية هو الإسم اللي يحسب يا جماعة الخير اللي بده يحسب الحساب البرج الباطن أو البرج العربي والأنثى إلها إسمين إسم مسجل على أوراق الثبوتية الحكومية وأسم ينادى فيه لا تخذ الإسم المنادة خذ الإسم المسجل لأنه هو الأساس هو اللي بتنطبق عليه الصفات الإسم المنادة ما بتنطبق عليه الصفات هي ممكن تغير من الصفات ولكن ما بتلغي الصفات الأساسية سؤال وآخر سؤال السلام عليكم بريد أشتري جهازكم مبيوتر إلكتروني وأنا من برج الأسد إذا رأي إياك أي يوم مناسب لشراء الأجهزة طبعا بس يكون القمر موجود في برج الدلو هو اللي له على الأجهزة الإلكترونية أو الجوزة ولكن أنا بنصح ببرج الدلو لأنه أقرب لهذه الأمور وأقوى بالحضوط لإلها عشان تقول لي طيب أم تهو برج الدلو بقول لك من مساء يوم السبت يوم 26 الشهر بكون القمر في الدلو مساء يعني عند غروب الشمس أو يوم الأحد لغاية ساعة المساء برضو بكون القمر موجود بالدلو واليومين هذولا مناسبات لشراء جهاز إلكتروني طبعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا ومن إجاباتنا ومن حلقتنا لهذا اليوم بشكر الجميع لحسن الإصغاء عذروني إذا شوي هيك يطلع مني بعض الكلمات أو نرفزت في بعض المواطن سامحوني طبعا كل اللي حكينا إحنا ونقول دائما وأبدا والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر